موسيقى محبوبين وكننا نحب بعضنا عائلة وحدة أنا بلاشت بلدية سور في 2009 والله هي هيدا المهني بتخصني لأنه أنا طبعا بحب الناس بحب أخدم الناس بحب أدي أمشي للمجتمع بهذا القيام بلدية here we have a simulation we prepared this dummy boy and I tried to find out a donor for blood but I didn't find so I am using this ketchup the density of the ketchup is very similar to blood after some hours we will together try to fix the case لنقوم بردع كل شيء ما نجد في مكان ونحن نحن نستطيع أن نحصل على سجد من هذا القرآن نرى بعض المحطات التلفزيونية عن جرائم قتل وعن طريقة كيف تصبح التحقيقات وشو سبب جرائم القتل دورة اليونيف التي قمناها من فترة بش طويلة استفادنا منها تقنيا وفنيا في قتولي استفادنا مننا بشغلات كانت تضغيب عننا كتير معلومات قدمتنا اليونيفل قدمت اليونيفل خبراتة بهذا الموضوع بمجالنا في شغلات تتعلق فينا شخصيا في شغلات ما تتعلق فينا ولكن أضافو لنا بشغلنا الخبرات نحن نريد أن نقوم بشكل كامل ونبدأت بشكل كاملين بشكل كامل كيف تقوم بشكل كامل بشكل كامل كنا نحن نعرف أنه بس سيفي جريمة قتال أو أي حادث ملفت النظر كنا نهجوا مثلها مثل بعيدة المواطنيات وهذا الشغلة لما اكتشفناها بالدورة طلعت كثير غلط من أي ناحية من ناحية أنه نحن بس نكون مع المواطنين ونهجوا مع بعضنا نشوف شو صاير وشو الحدث اللي صار فكتير اشياء معالم اللي احنا بدعستنا بفورة مساعدتنا نفقد كتير معالم بحاجة بإلها التحيق فهلأ صار في عنا فكرة كاملة أنه نحن بس نتواجد بأي نقطة فيها جريمة قتل فيها جرم السرقة أول شغلة نتعاون مع بعضنا الشرطة أنه نكون نسكر المنطقة وما نخلي حدا يفوت لا مواطن ولا غير مواطن لما يوصلوا الأجهزة الأمنية لهم بتوكلوا التحييقات بهذا الموضوع فوتنا نحن على قلب المبنى طبعا ننفوت برباس خاص إلون من بدلة لكفوف لماسك لماسك لا يتغير جو القوضة والحرارة تعيبه بلدية السور بالتعاون مع يونوفيل أعطونا فرصة نتعرف أكثر على أهمية شغلنا ليس فقط تأمين السر هي تواجدنا على الطرقات ونكون أول واصلين إلى نقطة مسرح الجريمة لهم نعموا صحيح لهم جميع أعمال لأنني أقلوا بجلد وشاهدوا معنا واحدة وقالوا بإمكانهم كل أشياء لديهم أجل على الصغر ولكننا أرى لهم جديد كيفية تقابل الكتابات والسيطة لهم يجب أن يرى وجب أن تبحث وحب أن يبحث وحبا للحواجز الشرطة، حواجز ليلية وحواجز نهرية ممكن عمنا هالفكرة الكاملة عن طريقة الحاجز عملنا حواجز أمنية باللي تعلمني هون كيف ممكن نوقف سيارة، ناخد كيف نتعاطى مع السائق كيف نتعامل مع اللي موجود بالسيارة كيف ممكن نشيك على السيارة كلية بدون ناخد وقت كتير بنفس الوقت كيف نحافظ على سلمتنا الهدف اليوم من التبريين هو نحفظ الأمن والأمان النظام الأمن والأمان وكان كتير درس مفيد جداً استفدنا منه نظرياً واستفدنا منه عملياً ممتعه الجزء من المسافة نحن نمتعنا من خلالنا اشتراء في المدين مع المدين عملياً وكيف نشيك على المدين وقد ان نشيك على المدين كل دائما نتعطينا عن طريق لأنهم نحن نقولون عن طريق وقد نحن نخبرهم كيف نحن نشيك على طريق وقد انه أشعره بها وقد نشيك على طريق شكرا شكرا